اه اصدنا نجهز لكم حاجة احسن من هنتكلم في دي الروح اللي احنا كنا ما نخضرها من محاضر رقم تسعة فهنتكلم بقى ازاي نعمل لابتاعة ده ازاي نعمل له الخامة بتاعة تعالوا نشيلها عشان ارجع اجرب معاكو تاني انا اقافل بس يعني اقافل كام لايت بحق ولا اقول لكم خلوه مفتوحين تمام لكن هقلل شوية عايز اه دراماتيك حبتين وده هاخد الاكسبوزر برضو اقل شوية يعني حاجة كده والفرونت لايت حاجة كده على البركة كريت ارنولد سيرفاس سكين دبل كليك اوبن نيتورك ايدوتور خلي باننا من الحاجة لسكين لو راح من هنا للديفيوز انبوت بتاع ستاندرد شيدر ما بديش انتاج كويسة اللي بيحصل عكس من هنا وتروح لالكالرز بتاعت الشادو سكاتر اه الشالو سكاتر والميد سكاتر والديب سكاتر وتديهم اه ماتيريالز في الغالب بتكون الماتيريالز دي عبارة عن تيكت شرز معمولة على فوتوشوب يعني يعني اللون مش هيديك نتيجة اللي انت متخيلة زي ما نشوف دلوقتي فعلى كل حال خلونا نقفل ده ونضيق ده كده ونخلي دي على خمسين ونقوم رايحين جايبين ده كده ونجب اهنا كده تمام عشان نعرف نشتغل يعني لو خمسة وسبعين يبقى كرم من عند ربنا تمام وكده يعني نجيب اهنا نبص كده بالراحة عندنا اول حاجة للس اس اس ويت زي الدفيوز بالزبط آم علش تمام زي الدفيوز بالزبط دوره آم زي الدفيوز زي الدفيوز ويت اما انه هو ظاهر او لا لو كده يبقى انت هتعمل هالو آآ اوبجيكت لو كده يبقى انت هتعمل آآ نيجي بعد كده في بقى حاجة مهمة او في ده او في عموما بيشتغل كويس جدا مع يعني بيشتغل مع الوحدات الحقيقية زي السنتيمتر والمتر والكلام ده كون طبعا الاوبجيكت ده مش معمول بالسنتيمتر والمتر معمول ب الانترناشنال يونت فعشان كده نراعي شوية انه القيم بتاعت واحد وخمستاشر والكلام ده كله هتبقى قيم عالي قبل الريدياس مالتيبلاير ده عبارة عن مالتيبلاير لكل الريدياس اللي موجودة في التلاتة دول التلاتة دول بيحددوا آآ درجة نفذية الضوء لكل حتة من الجلد يعني الشالو سكتر ده بيحدد لون الضوء لما يخبط في فوق الجلد فوق الجلد الميد سكتر لون الضوء لما بيعدي من الطبقة الاولانية ويخش بعد كده للجلد نفسه او يبقى في الطبقة اللي تحت الجلد على طول الديب سكتر فيما بعد الجلد يعني طبعا الضوء بياخد من الدم ويرجع يضرب تاني في الجلد من تحت فبيدي اللون اللي هو آآ المحمر تمام يبقى احنا كده عرفنا التلات مناطق دول الريدياس كل واحدة من دول بتمشي كام سنتي جوه الوبجيكت طبعا لو عندك اوبجيكت تخين الكلام ده هيتغير لو عندك اوبجيكت رفيع مالوش ثيكنس يبقى الكلام ده هيتغير خلي بالك قوي من دول لان دول بيقوا على حسب ما انت عامل الموديل وعلى حسب ما انت عامله التخانة اعتقد ده مفهوش اصلا التخانة من اصله الا لو جربنا حاجة لو رحنا له سيميوليت وخدت ده الحاجة الوحيدة اللي هيتغيرين عامل دخل تمام طبعا سب ديفيجنز هتزيد انا مش عايز هتزيد خليه هزيره انا كل انا عايزه منه بس انه هو يديني ثيكنس هايبوس شوية بس مش مشكلة يعني هنعرف هايبوس كتير بس هنعرف نشتغل بطريقة اه احسن بقى عامل شبه جورو المهم في الراديس ملتيبلاير واحد بالنسبة للموديلز بتاعتنا دي مش هتدي نتايا جريادستك هتحس ان انت عامل حاجة زي الهولوجرام لكن مش هتحس بسكن مش هتحس بملمس زي الشمع مش هتحس بملمس زي العجل مش هتحس بالكلام ده كله فغالبا هتنزل تحت شوية نص اربعة من عشرة تلاتة نعاء بس هوا مش هتوصل لواحد يعني انا قلت له نص زي ما تشايفين بصوا الملمس بتاعها نفسه حتى بتغير عندي هنا سبيك دور زي بدأ اتبان عندي حاجة ببدأ اتبان تمام من مجرب بس ان انا نزلت هخلي دي بواحد عشان كل حاجة تبقى بين قدامنا مصبوط لو حبينا نشوف كل تأثير منهم على حدة انا هقفل كل ده هخليه بصفار تمام وهنشوف تأثير كل واحد هقفل ده كمان اخليه بصفر وهقفل ده اخليه بصفر وهقفل ده كمان اخليه بصفر وكده يبقى احنا بنشتغل على كل واحدة لوحدها ونشوف الافكت بتاع كل واحدة لوحدها وانحنا بالمنظر ده بس ما ادي ملمس شكله اه كويس زي الطيم بالضبط المهم هنيجي على اول حاجة خمستاشر اعتقد ان يا كتير جدا ان احنا كبير واثنين سنطيو على حاجة نا انا هقول له مثلا آآ boint 5. زي ما هنشوفنا الافكتة اهو لو زودنا دي كده هزود الافكت bless cd ما مشيتش اكتر من نص سنتي جوة الموديل نفسه كده تمام الكلر لو انا مثلا هاختار حاجة زي خلينا في الدرجة دي وهاختار زي ده كده ده بس طبعا مفروض يبقى افتح من كده بحيث لان ده المواجه للإضاءة الخارجية ولسه هيتحط تحته ده بالنسبة لأول واحدة الوية تلعب فيه براحتك زي ما انت حابب دي تأثر بمقدار قد ايه على الابجيبت بتاعك تقدر تقول ان دي طبقة الكوت او الطبقة الخارجية طبعا كل ده في نفاذية للدوق نيجي بعد كده للميدسكادر اللي غالبا بيبقى نفس الدرجة دي بس اغمق سنة بما انه عدة من هيبقى هنخلينا في الدرجة الاغمق سنة تمام ونروح على الريديست هنخلي دي هتعدي او هيعدي بدرجة اكبر من دي فهيعدي مسلا بمقدار واحد سنتي والويت بتاعه حاجة زي دي كده تمام كده بدأنا ناخد آآ لوك كويس ودي اعتقد احتاجة ل شوية عشان الطبقة اللي تحتها تبان دي لو زاد الطبقة اللي تحتها هتحجب الطبقة اللي تحتها وهكزا خلي بالنا قوي وصغر دي برضو سنة كده تمام عرفنا الشالو واعرفنا الميدسكادر حالا انا هرجع تاني فوق عشان اواريكو فرق النص ده عامل ايه والملمس عامل ازاي تمام وآآ ربنا يصطر في اللي هعمله اه 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 لو روحنا للديب سكاترنج وعلينا الويت بتاقة اهو بدأ يجيب بقى دي طبعا غالبا هتبضل او هتوصل آآ لواحد بس كده واحد مفيش ريديس اساسا طبعا ما ينفعش اولا ده هيبقى اكبر ريديس لان دي اكبر طبقة جوه المشي فهروح للريديس وهعلي ريديس شوية ده ده لازم هيعلى بدرجة مبالغ فيها تمام بالشكل اللي احنا شايفينه ده ممكن هيعلى اكتر من كده ممكن يعني خلي دي تمشي شوية اكتر وخلي دي تمشي خلي دي تمشي شوية اكتر تقريبا ممكن يكون فيه تخانة انا مش عارفة في الموديل انا مفحصتوش او مشتغلتش على كتير تمام دي بقى هنزود اوي 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 تمام ومتهيقلي هناخد دي لوره شوية حل ماينفعش التلاتة المختلفين بالمنظر ده لازم دي تبقى واخدة من نفس الدرجات بتاعته كده نستنى شوية لما ايوان بالزبط كده بدأنا نجيب حاجة تمام كده بدأنا ناخد حاجة شكلها فعلا كويس لو رحنا بعد كده طبعا ما فيش هنا اي خالص بس لازم يبقى فيه فلو علينا بالمنظر ده هنبدأ ناخد نتائج غريبة ليه لان ما فيش اللازم اللي هو رفليكشن تمام الروفنس عالية شويتين ده كده تمام وننزل بالروفنس او خلي رفنس زي ما هي هقول لكم دلوقتي لان انا عندي هنا في الجلد او في السكين طبقتين رفليكشن واحدة اللي هي بنسميها وبعدين بعد كده التانية بنسميها الشين او الطبقة الغشائية يعني بيبقى فيه اتوا عفين اها اديكم مثال زي الدهان بتاع العربية تمام بتلاقيها واخد طبقة لون وفوقها بعد كده طبقة اللي هي اللميع تمام اللي بنسميها الفرن انا مشتغلش مكينيك قبل كده بس بسمع النومة بيقولوا كده يعني فالشين دي هنطلق عليها الطبقة الرأسية او الطبقة اللي فوق لو احنا علينا الشين وعلينا ال الاندكس اوف رفراكشن بتاعها وعلينا الشين بالمنظر ده كده هنشوف اللي هيحصل بعد البرندر بس هاخد السبيكولر اللي وراء ما ينفعش اتنين يبقوا عليين وهنشوف النتيجة انا اعتقد انها واضحة وبين قوي لو رجعنا وراء بالكاميرا شوية عشان يترندر اسرع من كده ماex TSS ليش الله يديك teilweise سكر 심لك لاتله الانواء بمترفع به لحوالٍ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ pourM سنقوم بعمله بنصف لو احنا رحنا لده و قلت له واحد كده لو انا قلت له واحد سامحنا شايفين الجسم بقى هاله اكتر من الاول فزي ما قلنا ريدس ملتيبلاير ده يعني نخلي الايم بتاعته تحت الواحد او تخليها واحد بس تحت الواحد افضل لو هنا زودنا عن واحد هنلاقي نتائج غريبة هتلاقي الجسم ده كأنه عامل زي حت الورقة اللي معدي منها اه ضوء احنا خدنا خامة تقريبا شبه الملمس بتاع الشمع لو رحنا لرندر ملتيبلاير ده وبدل ما هو واحد خليناه خمسة بصوا اللي حصل اللي حصل ان كل دول انضربوا في خمسة طبعا ده كده ضوء عدة بدأ ياخد شكل الجلس لو زودنا عن كده هتلاقي ده بدأ ياخد كأنه لان خلاص انت خلت الضوء عدة من ناحية راح من ناحية تانية ده ممكن يخدمك في بعض الخامات لكن في الغالب ما اعتقدش ان انت ان حد هيزوده بالشكل ده لو كانت فيه خامة خاصة تمام فانا ده هخليه عشان اخد اللي انا محتاجه والويت بتاع هعليه شوية وده هخليه حيث يده اه احسن الروفنس بتاع الشين هنزلها تحت عشان ناخد الشكل الجميل اللي احنا شايفين هنخلي ده ثلاثة اه روفنس لازم فيها سنة روفنس ماينفعش انها مايبقاش بفيهاش ممكن تغير الكلرس دي ممكن اخلي الكلر بتاع الاسكن عشان يبقى الشين هو زي ما احنا قلنا واخد الطبقة زي ما قلنا عليها لمططية او اه ااسف طبقة بطي المعنى خلي ده كده اعتقد كده هيددي نتاج رياليستيك اكتر الوباستي والكلام ده كله شرح نفسه هنفش فيه مشكلة سكندري او سكندري او سكندري ريز معنى كده ان احنا لو حطينا اي جسم قريب من اه قريب من اخينا اللي واقف ده هيبقى في ريز هتطلع من ده طبعا هتخبط في الجسم ده وترد اه هنا تاني الاوبشن ده بيقولك اذا كنت انت حابب ان الاشعة دي لما ترد تعمل سكندري اه ولا لأ طبعا انت حر عايزة تعمل تعمل مش عايزة ما تعملش زي اه زي ما تعمل المهم الشيدر بتاع السكن اعتقد كده اتفهم كوي اه الشيدر ده بالذات اه محتاج تجارب كتير تجارب كتير جدا زي ما احنا شفنا اه القيمة بتاعت الريدياس ملتيبلاير لها دور كبير جدا جدا في اه في شكل اه الماتيريال او شكل الخامة كنت حابب اه اخد المات شادو اه في السكة بس خليه في المحاضرة اللي بعدها عشان مش هتتكوش لان خامة الاسكن اه محتاجة اه فهم كبير انا بصراحة اه ما فهمتهاش غير من الساببورت بتاع اه سولد انجل اللي هونت كتبت ساببورت دوت سولد انجل دوت كوم او سولد انجل دوت كوم هتخش على الساببورت بتاع ارنولد فورت سينما فور دي اكتب بس سكن وقرع شوية عن القيم دي لانه مدي شوية قيم كجايد والهلب بتاعهم كواس جدا ومعمول دوكيومنتد حلو جدا جدا مش هتتعب فيه اشوفكم في محاضرة المات شادو شادو